اللي فاتكم واللي جايكم تاني اماها احنا لازم نغيره من طريقتنا في الشغل ونبدأه من جديد احنا مجفلين كويس يا عمي معرفش حضرتك جلجم من ايه جلجم من ايه؟ يا ولدي دولجم لحد عندنا تقدر تقول لي والسلاح اللي عندنا قديله كده مرمي محدش معبره؟ ست اشهر يعني عفهم في المخازن ملوش لازمة معي يتباع الزين لان السلاح بيجينا بلاش من كل حتة حوالينا بدي هنعمل فيها يعمل هنعمل ويه يعني؟ هنحط يدنا على خدودنا ونتفرجوا على العيال وهم بينبشوا في القسار ها؟ وينبشوا ليه؟ ماهم بياخدوا القسار من مخازن الوزارة حضرتك بتكلمني على البلد كلها وأنا اللي يهمني شغلنا وخلاص انت فاهمني غلط أمام انت فاهم اني بشتغل شمال على طول الخط لكن انا بشتغل شمال غصب عني والشمال بتاعي جنوني يعني ما ببيع السلاح لجتادين القتلة ولا المجرمين انا ببيع السلاح للحماية وعشان كده سلاحي غالي والأصار اللي بناخدها بتتجسم على ثلث ثلاث تلت للحكومة وتلت لينة وتلت للروحاني اللي بيدخلنا البقان لكن اللي بيحصل دلوقت فتنة فتنة على اللي جاي وفتنة على الموظف الغلبان اللي مستني أول الشهر خلاصي عما أنا فهمت هزود الحراسة وهصحي كل الناس ولا فاهم أي حاجة ولا فاهم أي حاجة أنا جازد أقول لك ان احنا لازم نتغيره ونفوقه ونوجف شوية مصلحتنا عشان البلد دي تمشي كأن البلد دي لو اتجحردت كلنا هنتجحرد وراها أنا زهقت من اللي أنا فيه أنا مش هخاف تاني أنا مليش دهم مش كفايا إن أتجوز ممرضة هو عايزي تاني أبوكي الراجل والراجل ما يسيبش أهل بيته من غير حماية وأنا بقى مش هتجوز مهل حتى لو ما بقى تاني جناتش في مخك ولا إيه؟ إيه تقدى في بيت؟ والله العظيم لو سمعتك بتتكلم الكلام الماسخ ديه مرة تانية لكون جايبة خبري مش منصور عايزون يقولوا إيه؟ بنات منصور مش بتعبهيك؟ عايزة زكاية تشبت فيك؟ زكاية إيه والنمي بس لحضرتك حتى لو في دماغك إحنا ملنا وملهة أنا أصلا مش عايزة أسمع اسمها في البيل ويقاريت بقى بابا يعني أخدهم من هنا على بيتهم عشان كيف هي قوي قاعدتهم هنا وملها تقولي إيه لما تعشر الممرضة زكاية وخلاص عرفنا شرة إنما الممرضة لا عارفين أصلها ولا فصلها إيه أنت ممكن أطلب منك طلب ممكن أن تساعديني وتقابلي والي والي مامي ده شخص كويس جدا 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 ومحبوب وأرتستك ومختلف وحيبقى حاجة كبيرة قوي أنا متأكدة أبوكي مبيحبش فرض الرأي عليه بابا؟ هو فين بابا ده؟ فين؟ هو إحنا حلحك مونا ولا إيه يا بيتين؟ جنتي في مخك؟ آجل وشيل الودا القراجوس ده من راسك خالص يعني إيه؟ يعني أنت مش هتساعديني؟ لما تتقدى بي وتحترمي نفسك الأول نبجو نشوفه حنتكلمه مع منصور في إيه ونقولوله إيه؟ وبعدين ما تنسيش إن مهر لسه في الحكاية مهر؟ يبقى يتجوز بقى واحدة مليتة ترجمة نانسيش ترجمة نانسيش هاي؟ إن تحرك يا خال أنا نفس أطلع معاكم ونحلة دي بيقولوا البلد دي ما فيش زيها في المناظر الطبيعية المرة يجاء إن شاء الله حقدك معاي معاك جوال سفر؟ لا مهر وبقى قلع جوى السفر الكريم حاضر ها ايه يا حكم اخوي يا حبيبي عملتك في غيابي ايه ولا حاجة ولا حاجة ازاي يا راجل امار رحت الكين لعمة تعمل له ايه رحت الكين ايوه عشان يطلع خلف من نفوخه وما له كين وما الخلف وما النفوخه ماذا؟ اصله عاوز دولارات وانت عارف انها لعبة خلف ها عاوز دولارات ولا عاوز موتي يا امي يمكن ما مستريع شي وعاوزك تقطع له لسانه كمان ولا حاجة حاطفنا لbei低وم عمرك دراعي يمين يا ماهر لأنك فاهم زين مين اللي حواليك مش تعقل جوزك يا زكية أخوف بردك يا بوهيب هي الست اللي فوق دي تاني أمي هي اللي حيشاني عنك مكفاك تمثيل عاد يا هيبي أرحمني من موالك كل مرة دي مواركش حد تفوق عليك غيري ده أنا أخوك الكبير يا أخي خلينا أقول لك مبروك بنفس المال أبوك بدأ يدهي يا جهويا ماهر المرة الجاية اللي هيعجبه هيضربه بالنار أنا جاية واجعد ما كانت أبوهيبة لسه مقامش خلاص؟ لسه شوية يلاوي 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 يا خراشي يا خراشي يا بوهيبة يا أخويا الطعفة ده ده فستان فستان إيه؟ ده دهب ده كله دهب ده فستان طبق الأصل من فستان كله بطرة عشانك أنا عشان أنا ربنا يخليك لي ربنا يخليك لي يا حبيبي ده أخويا تتعرفي حاجات جبنية بطن الأرض مليانة خير إيه بطن الأرض ده؟ بطن الأرض يا ناهد هي السر والناس ولا جرية مشيين فوقيها وخلاص اللي عنده سنة بيحبى على الأرض واللي عنده سبعين سنة بيتعكز على الأرض ملايين مشيوا فوقي الكمز وما حدش واخد باله انت كأنك بتحكي حدود البسي الفستان عاوز أشوف كله بطرة فيكي حاضر عاوز أحمدق إنه يد ليه كده؟ عشان مش عالسي نزلني المتحف بتاعك وديه وقته عشان خطري يا بوي بنش دالع بنش دالع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة